هذا الدعم للصحافة الوطنية يهدف لنشر رسالتها الهدفة في تعزيز نجاحات مملكة البحرين على كافة المسارات الاحتفاء بيوم الصحافة الوطني هو تتويج لمسيرتها العطرة التي أصبحت محط تقدير كبير بين أوساط المجتمع ولما لها من دور مهم في إيصال رسالتها بكل مصداقية ومهنية ومساهمتها في الدفاع عن الوطن ومنجزاته وتحظى الصحافة الوطنية باهتمام خاص من لدن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إذ انعكس ذلك جليا على تطور القطاع الصحفي بما يدفع مملكة البحرين قدما نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو اقتصاد أكثر تنوعا وازدهارا بالإضافة إلى نشر رسائل المملكة الهادفة إلى أحلال السلام ولعل من أبرز مساهمات الحكومة هو استدامة جائزة سمو رئيس مجلس الوزراء للصحافة التي انطلقت منذ عام 2016 لتعزيز الصحافة المحلية ودعم نجاحات مختلف مسارات النماء والتطوير عبر كافة المحطات الوطنية كما تأتي إشادة مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها جلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لتؤكد على أهمية الصحافة والإعلام الوطني ودعم الكوادر الوطنية في المؤسسات الصحفية والإعلامية على مواصلة الاهتمام بكافة القضايا الحيوية وبهذا اليوم تحتفي مملكة البحرين بالصحافة الوطنية في دليل واضح على تطور الصحافة ومواكبتها لأحدث ما وصل إليه الإعلام من تحول رقمي كبير بفضل الحرص الحكومي على استمرار الرعاية لهذا القطاع الذي يحمل آمانة الكلمة ترجمة نانسي قنقر